تحياتنا المليانة بالمحبة من وديها لعندكن وينما كنتوا عم بتتابعونا عم تسمعونا عبر الإزاعة إزاعة صوت المحبة عم بتشوفونا من خلال شاشة تلفزيون المحبة بهاليوم الجديد منقول نشكر الله عليك اليوم عم يقطع بحياتنا وبعدنا عم نتنفس وبعدنا موجودين وبعدنا عم نحكي عنه وبعدنا عم نآمن فيه وبعدنا عم نبشر بكلمته لنكمل هالرسالة المطلوبة منا بعالم ملغين بالتحديات قد ما تكون هالتحديات صعبة نحنا بإيماننا سابتين ونحنا ولاد الرجا وهلقد مآمنين أنه بعد كل شدة فيه فجر جديد وفيه فرح وفيه سلام نحنا منسعى ومننشد هذا السلام وينما كنا ما نفكر أنه بس على صعيد الوطن منقول على صعيد بيوتنا على صعيد مجتمعنا على صعيد شارعنا على صعيد كل إنسان اليوم نوجد بهالدني ما بتخلى من المشاكل ما بتخلى من التحديات ما بتخلى من القصص اللي بوقت من الأوقات بدأت تحدنا وبدأت توقف مسيرتنا ومشوارنا منقول لأ نحنا بهالأمل نحنا بهالإيجابية نحنا بهالرجال كبير بدنا نكمل وبدنا نكون رسل بعالم اليوم بهالأسبوع المخصص للرسالات بدنا نحكي عن دور العلمانيين ما نفكر حالنا إذا كنا مكرسين بس منكون رسل نحنا اليوم قلنا دور كتير كبير ونشكر الله بعد المجمع الفاتيكاني الثاني صار العلماني له دور أكبر ومسيحة أوسع داخل الكنيسة حتى يبلور كل الطاقات والمواهب اللي الرب عطي إياها وناعم عليه فيها بدي رحب بحضور باتريك أبو عقل المسؤول عن لجنة الحركات بالمجلس العلماني الرسولي باتريك أهلا وسهلا فيك اشتقناه لك بعد غيبة مرسي 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 نحنا اليوم حبين ندوي معك عن دور العلمانيين بالرسالة وقديش عندهم مارج قدي عندهم حدود وقدي عندهم مساحات ممكن يكونوا مبدعين فيها أو بمطرح من المطارح عن جد حملين هالهم وملتزمين فيه الدور كتير مهم وفعلا يعني أنا برجع على جون بول دو بهذا الكلام لما عطى دور كتير كبير للعلمانية وقال لهم تشرعوا الأبواب وما تخافوا أنتوا الكنيسة أنتوا الأساس مش نحنا كمكرسين وككهنة وهذا الدور اللي بيخلي الكنيسة شابة up to date كيف نعمل update لكل أمورنا التكنولوجية اليوم الكنيسة بتحافظ على هالأبواب وبيتظل على فرسيون جديدة عبرها العلمانية وخاصة الشباب والشابات نعم اليوم أنت من الشباب اللي كبروا بهذا المكان كبروا بهذا المجال من طفولتك لشبابك لليوم لحياتك العائلية قدي هيدا شغلة عن جد كانت مفيدة لألك أنت بحق للرسالة دايما هلأ أنا هيدا بعتبرها نعمة كبرت عليها يعني ربنا أكيد من خلال أهلي بلاشيت لأنه أهلي حطونا بمدرسة كاتوليكية بالأبوتر ومن خلال هالمدرسة تعرفت على حركة الديسبولوس لأنا اليوم هو بكون رئيس لهالحركة من بعد مسيرة 16 سنة وخلال هالمسيرة كبرت مع يسوع تعرفت عليها أكيد كان في كتير أمور تطلع وبتنزل بس ولكن النعمة اللي عيشت فيها كانت بيثابات ونعمة عم بعيشها بهالعلاقة وصلي فرصة مش بس أنه أنا عم بحكي عن صلاة عن تأمل أو عن تعلم ولكن صلي فرصة أنه أخدم عبر كتير من المجالات تعرفين أراد حضرتك مع الإزاعة خبرنا أكتر هلأ يمكن نسيون خبروا أنت شو اشتغلت وشو عملت ما فينا ننسى أكيد كل أيار ختام الشهر المريمة اللي كنا نطلع فيه على حريصة مع الإزاعة مهرجانات الصيفية اللي كانت تصير مع الإزاعة أو النشاط اللي كان يصير عيد الميلاد جورنيا كاملة للأطفال والشباب فعلا وأمور غيرة يمكن أنا أكون نسي شيء أكيد أكيد نسي شيء بس ولكن هالعمل اللي في بي مطرح معين نوع من الحياة اللي بلاشنا نفقدله مؤخرا للأسف وبدأ نرجع نعيشه من وراء الأزمات العالمية اللي عم نقطع فيها هيدا الأمل هو الكنيسة بحد زيتها وهذا الشي بأكد أنه اليوم الكنيسة هي منا حجر ومنا بس مكرسين المكرسين هن الأساس مثل ما العلمانية هن الأساس وهون بيجي دورنا نحن كعلمانية هالفرص اللي أخد اللي رابنا عطاني إياها وعطاها لكتير شباب وصبايا غيري هي مفتوحة دايما بس بيبقى الخيار عننا إذا نحنا بدنا نكون فيها أو لا ويمكن أوقات ما منكون عندنا معرفة أنه نحن هون دورنا وهون الأساس منفكر أنه علاقتنا مع الكنيسة ديس نهر لأحد وخلص خلصت الخبرية وبتوقف هون ولكن ما عم بتعمق والمعرفة أكتر وأكتر منعرف أنه الكنيس بيبلش نهر لأحد وبيمتد على الأسبوع كله بيكمل كل الحياة يعني وهو مشير الحياة أدي اليوم باتريك واعي فعلا لهذا الدور الأساسي لألك أولا شخصيا وبعدين لجيل الشباب اللي عم بتقول أنه بهالمرحلة عن جد عم نفقد هالحس الرسولة وهال هيك الاندفاع للخدمة وللعمل بعتقد أنه عم نفقدها لأنه ظروفنا عن جد صعبة يعني مش بس أزمة محلية أزمة عالمية لحقتنا وطبيعة الإنسان لما يتعود على هيك فترة طويلة مسيرة حياة زربة بالبات أونلاين لأمور بتجي لعنا ضغرة هيدا نمط بشع وبيعلقنا فيه بمحل معين لأنه سهل والحياة هي مسيرة منا سهلة الحياة هي أكشن هي حركة دائمة فأنا ما بدي حط اللوم على حدا معين بس ولكن نحن إجا الوقت نقول خلص إجا الوقت نقول لازم ننزل على الأرض لازم نكون أشخاص فعالين بالكنيسة بيدور رسالة لازم نرجع مع صوت المحبة مثلا نشارك بكل النشاطات صوت المحبة وراديو تيفي أكيد يعني نحن منكون فخورين ومنتشرف تكونوا حاضرين لجانبنا دايما واعتمادنا على جيل الشباب بينعش مسيرتنا وحياتنا وطبيعة عملنا لأنه منعرف أنه دم الشباب هو الحياة وهو الاندفاع وهو الحماس وبيكبوا حالهم على الموت يعني مستعد الإنسان يكب حالهم على الموت وفعلا كنيستنا نحن في لبنان خلينا نحكي على الصعيد المحلة حتى هيكلية المجلس العلماني الرسولي منبسك اليوم من لجنة الأساقفة والمطارنة ومعين على بيكون بقلب نظامه الداخلي معين على مطرنان وريس عام وبيكون الأمين العام طبعا المجلس العلماني الرسولي هو شخص علماني هو بذات الوقت أمين سر هالمجلس اسمه فيراس وحبي بوجه له تحية تمامين نحن بنوجه له تحية وبذات الوقت كلنا علمانية كلنا عم نشتغل منبسكين من حركات من رسالة من قرب الكنيسة مع سيدنا نفاع اللي هو اليوم رئيس هيدا المجلس كلنا علمانية عم نجرب نحط مثل بين الحركات الموجودة بلبنان نشوف وين المشاكل نخلق نوع من الترينينج مطرح ما في حاجاته وفي عنا لجانا متخصصة وهنا بواجه تحية لجانا الطفل لجانا المرأة اللي عم بيشتغلوا بشكل كتير كبير خاصة بفتلة كورونا كتير اشتغلنا على موضوع فورمسيون أونلاين وحتى كان فيه كان موحدة حضورية رغم كل الظروف اللي صارت فيه أمور علمانية عم بيعملوها بيدعم كتير كبير من المكرسين ونحن لازم نعطي هالدور ولازم نكون عم نشاركه لازم قدم فينا لحط وقت رغم كل الظروف اللي عم تكون موجودة معنا نعم خصصته المرأة الطفل جيل الشباب اليوم قدي بتفكر انه تعليمكن أو تدريبكن لهذا الجيل هو أساسي ومهم إلى جانب الجانب الشق التربوي اللي كلنا عم نكبر عليه بمدرسنا بدنا نتعلم وإلى جانب التربية بدنا يكون عنا شق روحي إيماني ديني كمين ينشئنا هذه التنشئة هل قد أساسية وضرورية بحياة العائلات اليوم وقد دعم تتفعل من خلال المجالس العلمانية الرسولية هلأ التنشئة أكيد ضرورية وفي حركات متخصصة باللبنان بكل فئة من اللي حضرتك هلأ سماتيون إن كان العائلة إن كان الأطفال أو الشبيبة وإن كان المرأة وغيرهم من النشاطات وفي حركات بتجمعهم كلهم ما بدي سمي هلأ الحركات ما كنا عم نعمل دعاية وننسى حدا بس كلنا بنعرف إنه اليوم أبيخ موضوع الأبرشية أو الرعية فيها بقلب كيان الرعية فرسان طلاقع شبيبة لجان عائلة أخويات فينا نبتدي منه وفي حركات رسولية موجودة على الأرض عندها عن مخابر من المجلس العلماني كمانا عم تشتغل بأحدى الحقل وعم تدعم تنشئة كتير أساسية والأهم من التنشئة هو قديش نحنا عم نعيش يعني مش بس عم ناخد عم نعيش أكتر موضوع الليدرشوب الليدرشوب هو أنا لما أكون عن جدا مثل لغيري عم بقدر عيش فعلا حياة مسيحية صادقة ومؤمنة رغم كل الظروف اللي حولي مش عم بحكي بس إنه موضوع شو أوف نساعد عالم المساعدة المادية اليوم صعبة وأنا بأعتقد نحنا اليوم بأكبر تحدي إنه نعيش فعلا حياتنا المسيحية أو رسالتنا العلمانية بشكل صحيح لأنه منه موضوع بس عطينا مساري أو أعطينا عينة مساعدة اجتماعية لا إجا الوقت نحب بعض نقعب مع بعض نسمع بعض الأمور تغيرت الظروف المادية صعبة أوكي هذا جزء ولازم نظلم نتبهين له قد ما فينا نساعد بعض بس ولكن فيه أمور اجتماعية أكتر نصلي مع بعض نصلي على نية بعض هاو الأمور فعلا ربنا بيخده النعم وبيسكبهن علينا بحياتنا اليومية وأنا شخصيا على سعيد حياة اليومية مآمن بهذا الشي إن كان على سعيد عائلتي إن كان على على سعيد أولادة ربنا مبارك ونذكر الله وأنا أكيد أنه شو ما صار أكيد لح أمرق بصعوبات بس ربنا حدا نعم بس اليوم كمانا عم نمرق بحالة فيها من الأحباط ومن الليأس صحيح وأديسة البابا فرانسيس ركز على هذا الموضوع بهذا الأسبوع بالمقابلة العامة بشكل خاص قدي اليوم الإنسان عن جد بده يصمد بوجه كل هالرياح أو هالعواصف الهوجة اللي عم بتقش وبتشيل كل شي وحتى اليوم الإنسان قدي بده يكون متكل على إيمان ومن هذه الناحية تا يثبت ويبقى قادر يكمل وحكيت من حديثك عن فترة الكوفيد اللي بعدتنا عن بعضنا وخلتنا نكتفي بهالقد يعني منبعيد نضل عم نكون على تواصل ما بعرف قديش قديش ممكن يكون مجد بحياتنا أنا بحبه شوي للبابا فرانسيس يعني والعنوان نسيره معه بحبه شوي بحبه كتير بحبه كتير بحبه كتير أصلا بس أنه كمان بحب طريقة تفكيره الإدارية للكنيسة وتعليمه للكنيسة يعني لما اليوم أخذ عنوان نسير معه ما أخذه هيك ولما قال نسير معه ما كان عم يحكي بس عن شق معين مكرسين مطار نيبطارك عم بيحكي عن الكل الكل يعني including علمانية العلمانية اللي قاله ندور كتير كبير ولما قال نسيره معه ما قال نسيره معه لما نكون مرتحين ومبسوطين نسيره معه لما نكون زعلانين وتعبانين في حالة يأس كتير كبيرة لأنه عن جد ظروفنا عم نعيش هيدا التقلب الغريب الأرقام اللي عم تقطع علينا ما عم نستوعبه الظروف اللي عم اللي عم نعيشها ما عم نستوعبه بنكون عندنا حاجة معينة صغيرة وأساسية ما رحت انجيبه اليوم منلاقيه بكرة ما منلاقيه. ايه في تحدي كتير كبير. بس اه اللي لازم نتأكد منه هو دايما نرجع لتفرطنا مثل ما بيقول يسوع. ان لن تعودوا كالاطفال لن تدخلوا ملكوتا السماوات. مش يعني بس للبراءة. يعني لقلبنا لجواتنا. اه نزرع فينا ايام المدرسة امور كتير مهمة. اذا نسيناهم بس كبرنا لانو عزائتنا الحياة ناخد فترة صغيرة بالحالنا. نرجع نرجع لن. نفوت نفوت على على زيتنا على محبستنا. اه نرجع نقول له يسوع وينك نخينه. مش غلط نخينه يمكن. نقول له وينك بدناك تكون حدنا اكتر. بس ما نوقف العلاقة. اذا ما قلنا جلدت الشخص نحبه. على قليل نحبه ونشارعه. نقول له انا ما قلي جلدتك بس انا بديك معي. اه متل مرة ورجال بتخينه مع بعض. قدي سهل ايضا اللي عبتوله باتريك. ما انو سهل. هيدا شيء شبه مستحيل اليوم بحياتنا. ما انو مستحيل. من حاسب بنحاسب بعضنا عن نفس. ما بلاقيه مستحيل. نحنا عم نحاسب بعض لانو دايما عم ناخد الامور من الدقيقة المادية اللي عم نقطع فيها. بس في اشخاص بضل في اشخاص ومنشوفهم قدامنا. علمينية وغير علمينية بتلاقي هم قتلين حالهم رغم كل الظروف. يعطوا من قلبهم. لازم نطلع على هؤلاء الاشخاص. اهيا شي نطلع على الامور البشعة. بس كتير صعب لما نكون بقلب مشكلة نقشع البوزيتيف. برجع بقلك ما انو سهل. وهو سبحان الله الانسان ما هيق يحكي ايه على الاشياء البشعة. يتطلع على الميلة الفاضية. بس في ميلة مليانة. لو قليلة. نرجع من عبية. شوي شوي من عبية مع بعض. بأكد لك انا مش كل يوم بوعى بحماس انو انا اليوم بدي صلي. او انا اليوم بدي عيش مع يسوع. وايام كتير بنسيه. بس ولكن مسيرة حياتي او طريقة حياتي اشتغلت عليها بطريقة تكون استركتورية انو حافظ على وجود ربنا بحياتي وبركته بحياتي. من هون بتبدأ الامور. ركزت ركزت بالاول عدور اهلك. يعني انت جيت من من بيت وعندك هيد الخلفية وحامل معك مخزون. وقدي شغلة كتير شغلة مهمة واساسية نكون عم نحمل هذا المخزون من قلب بيوتنا وعائلاتنا. واليوم وضع العائلة كمانة بخطر. يعني في في تحدي كتير كبير. في خطر لانو الام والباي صاروا مجبورين يشتغلوا مش شغلة شغلتان. والموضوع الاجتماعي كتير مأثر. العائلة بخطر اكيد. وبيعتقد انو لازم يكون عم ندعم بعض. وقد ما فينا نكون هلأ عم نعيش عائلة كبيرة مع بعض. الكنيسة العلمانية الكبيرة. هذا الاساس. لما نعرف انو خيب عندو ضيئة. يمكن انا مش قادر ادعمو مديا بس قادر كن حدو. قادر اقسم انا ويال موجود. كتير بتذكر انا وصغير لما كنا نسمع على خبرية المرة اللي عندها كيس رز بالبات بس جيرانا ما عندن اكل قصمة الرزات بينه وبينه. هالأمور اللي كانت اذا فينا نقول بريئة. بس حقيقة. نحن اليوم عم نعيشهم حقيقة. في كتير عالم ما بنعرف فيهم. اذا منروحوا ومننبش منشوف كيف عم بعيشوا. منشوف انو عن جد عم بتقسموا كيس الرز ويمكن نص كيس الرز على عدة ايام. وهذا الامل. وهدول المسيحيين الكدامى والحاليين انا بسميهم. هن الأساس والعائلة هي الاساس. اما يباية يمكن اه كان كل جهدن انو انا اتعلم. بس لما حطوا براسهم يعلموني ما نقوا مدرسة اه بحيدة عن عن المسيحية او نقوا الابوتر وقبل كنت بالفرار. فجربوا قدم فيهم يتعبوا جهدن حتى يكون بمدرسة خاصة مسيحية. حتى كون عم بتربى تربية مسيحية صالحة. وانا بتمنى عن كل شاب بصوبية. يكون عندن هادا الهدف بحياتهم. لولادهم. على قليلة يورتون هالورثة صغيرة. لما يورتون لمصاري ولا امور. يورتون علم وسقافة. وربنا بينعم على يوم بالاخر. يعني اليوم مع كل هالحركات بالمجلس العلماني الرسولي. ازا بدك تحكي عنا بتختلف عن اليوم العمل الرعوي او هي من قلب العمل الرعوي. ومرجعيتها هن مجلس البطاري كبه الاساقفة. نعم. المرجعية واضحة. نعم. بس ولكن كعمل رعوي في حركات طبيعة عملها عمل رعوي. وفي حركات طبيعة عملها عمل ازا بدنا نقول اكليمة او محلة على عدة قصعدة. ممكن يكونوا عم بيشتغلوا مع المدارس الكاتوليكية مش بس مع الرعاية. وفينا نخليهم ضمن العمل الرعوي لانه بالنهاية كل عمل منبسكة عن ابرشية او او رعية يتبع لهالرعية. بس فيه تنوع وهذا التنوع الحلو. انه يمكن اليوم الشاب او الصبية ما يلاقوا حالهم برعية. لا عدة اسباب. ما بيحبوا رعية. عندهم اسباب يمكن محققة يمكن لا. فيه باب تاني فينا نروح عند حركات تانية عند اه اه ممكن تكون عندها وجود بمطرح تاني. مش عم بشجع هده شي انا. بس ما بدي يكون واضح. انا دايما بشجع التزامنا الرعوي حتى اه بالحركة اللي انا ملتزم فيها بشجع الالتزام الرعوي قبل التزام الحركة. بس ولكن في حال. انا اليوم كنت علماني وملقيت حالي هون ملاقي حالي مطرح تاني. حتى بالمجلس العلماني الرسولي نحنا ازا بسمح لحالي سمي نحنا مثل 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 حركة صغيرة. الى هيكاليتها. عم نشتغل لكل هالمجلس. وممبسكين من قلب ناجيين من الرعاية ناجيين من الحركات. لحتى فعلا هالعمل المشترك هالتواصل المشترك يكبر وينمى بقلب بقلب هالمجلس. يعني منحتي عن مهمتكم الاساسية اليوم بقلب الكنيسة. شو هي؟ وهدفكم الاول؟ هدفنا الاول هي متابعة الحركات ومتابعة الحركات الرسولية الموجودة. والمحافظة على وسيل التواصل بينتهم. ونقدر نخلق اكتر واكتر دعم يكون في باك اوب ظهر لقالهم بكل الامور اليومية اللي ما اقول هنا يعزوها. ولما اقول دعم برجع بلك مش بس على الصعيد المادة. اكيد اذا قدرين على الصعيد المادة ما منقول لا. بس ممكن نساعدهم طي قدموا على بروجيه معين. يجيبوا تمويل من برا. ممكن. والاهم انه نحنا في عنا تنشئة عم بتصير. فعلا لجنة الطفل والمرأة عم بيشتغلوا بشكل كتير كبير. وعم بيعملوا تنشئة. وعم بيكون في استفادة بشكل كتير حلو منهم. وفي امور تانية بعد جاية على الطريق. يعني منبقى منعلوم عنا بوقت. التحضير للنهار للنهار آآ جورني مونديال دي جان. آآ اللي لح يكون. لح اعطيك الدات لانه ما بدي اعطيها غلط. هيك منستفيد آآ من قعدتنا سوا. لح تكون نقلارات بالآآ بالالفان وثلاتة وعشرين. بخمسة وعشرين تموز لواحدة وتلاتين تموز. هده هده الجورني مونديال او الورد يوس داي. كمان بالتعاون مع المجلس العلماني الرسول اللي عم بيتحضر. وآآ وفي لجنة وطنية لرعوية الشبيبة هي هي عم تهتم بهده نهار. وهن من عبر هده المنبر انا بدعي كل الشبيبة ازا قدرين يتسجلوا لانه خبرة مميزة ورائعة. هده نهار شبيبة عالمة. آآ نقلارات السنة لح يكون بليسبون. آآ لح يكونوا كل الشباب المسيحية ممثلين. آآ بهده نهار. وراح تكون خبرة رسولية كتير مميزة. هاو الاشياء مشتركة على الصعيد الوطني. كمان المجلس الرسولي بيكون عم بيشاركوا عم بيدعم فيها. واللي بدوي هيك يكون معكن ويفوت من بابكن آآ الامكانية متاحة. كرمال المشاركة فيه ارقام تليفونات ممكن نعطيها. هلأ. هو في لنك واتس اوب كمان آآ سوري في فورم بدنا نعبيها. بس لح اعطي الارقام التليفون هيك اهيان على الاراجو تي في. ست زرو نف زرو كاتر زرو ويت سنك وست زرو زرو سيس آآ سوري بعت زر. يلا انا عم حيول عم حيول سجلون. اوكي لكن اه لح ارجع اعيد الارقام ست زرو نف زرو كاتر زرو ويت سنك وست سيس زرو سيس آآ سنك سيس سنك. اوكي يعني هيك بيقدروا يتواصلوا معكن من خلال هالارقام. لا حتى يتساجلوا ويكونوا معنا بهذا نهار. نعم. على السبعين تسعمية واربع سفر خمسة وطمانين او ستة وسبعين سفر واحدة وستين قمسمية وقمسة وستين. صحيح. بعد في شي حابة بتضيفه باتريك قبل ما نختم نحنا وياك الوقت عم بدهمنا وبيمرق بسرعة. انا بحبه لكم مرسي كتير على هالاستضافة ونحنا بالخدمة لشو ما بتعوزه. ونحنا دايماً عنا هيك ملء الساقة ان كون حاضرين وموجودين. وين ما كنتو بخدمتكن يعني قدي الانسان بيعبي وبيخزن من هالتعليم اللي بس همه نشر السلام والمحبة بكون هو من اغنى الاغنية. انا بدي اشرك باتريك بوعاقل على حضورك. اه اليوم كمسؤول عن لجنة الحركات بالمجلس العلماني الرسولي. يعطيكن الف عافية. مرسي مرسي زور. فهصلوا من تابع احنا وياكونا احبقنا بتاني فقرة من برنامجنا.